ده الهدف اللي برضو اللي الناس كلمت عليه ده التالت؟ ده الهدف التالت اه الهدف التالت تصوية بعيدة طمعن بص احنا 31 متر 31 متر دي يعني العدد اليارضات اكتر من 31 متر 55 تقريبا هتزود كده مثلا تحت 3 يارضة 4 يارضة كمان فتبتكلم في حوالي 34 يارضة لان الكرة برد 18 يا كابتن كريم دي اكتر من 10 يارضة يعني لو عملنا السهم كان من اول 18 لحد الراجل لحد السهم هو بيشوريه بيشوت تتعدى الـ 14-15 يارضة زائد الـ 18 متر في حاجة و 30 يارضة طبعا هنا بقى المشكلة في الشناوي بص يا كابتن كريم وقفت الشناوي هنا في الكرة دي يعني رايح شوية هناك يعني رجلي الايمين متأخرة شوية كان لازم يعد الجسم شوية هنا يعني رجلي الايمين تطلع قدام هنا شوية حاجة بقى الاهم من ده كله ان المسافة دي كلها هل الشناوي مش شايفة كرة لا شايفة طبع شايفة جدا حتى يعني بص اقرب واحد للرجل اللي بشوت فين من نادي الاهلي في بينه وبينه مسافة كبيرة فاكيدا هيشوف يعني مش حاجة بالرؤية لا مش حاجة بالرؤية خالص فهنا طبع عشان الشناوي متعاملش مع الكرة خالص معاملش بحولة بفي مشكلة صح بفي مشكلة كبيرة صح يعني ما فعش المسافة دي كلها والشناوي يوصل يفضل مكمل معاها بعينه بعينه لحد ما تخش المرمى صح عينك مش هتطلع الكرة حلو الوصف ده والله عينك مش هتطلع الكرة عمره ما تطلعها صح المحاولة هيبقى فيه نسبة ولو نص في المية شوف انا بجيب نسبة دي ايه نص في المية بس عندك ايه عندك نسبة لانك انت ما تعمل محاولة يبقى انت عندك امل امل ممكن كرة تطلع طب انت وكرة مش هتطلع وانت بتفرق بعينك عينك عمره ما تطلعها عمره ما تطلع انا براحك ابنطاري وانا بقول يعني بلوم عشناوي بصراحة وانا بعتبر ان اشتاءه زي زيك انه مازال افضل حارس وهم الحراس يعني بس قلت حتى بهزار يعني طب يعمل ايدك كده واضحك علي يعني يعمل ايدك كده وتاخد ايدك واقول خلاص هحاول هيا دي هي كرة سريعة وقواية بالمناسبة بس يعني بس ده أصدق بس لو عمل محاولة هنقول ايه ده عمل محاولة وكرة ساروخ وراحة في المقص وحاجات كتير قوي صح انما اننا نتفرج عليها هي دي المشكلة بس ضبط مشكلة كبيرة انا كان نفسي يعمل محاولة وبعد ما يعمل محاولة هنقول لا ده راح وعمل محاولة ولكن الكرة ايه صعبة كرة في المقص بس برضو هيتلام يعني خد بالك يعني ومش معنا عمل محاولة ان هو كده وما يتلامش في الكرة لا يتلام برضو لان الكرة بمسافة بعيدة فالمسافة دي تسمح له ان ينقل يوصل للكرة ويعمل محاولة والمحاولة دي تبقى بالنسبة ببيرة جدا ممكن الكرة تطلع عشان المسافة هو كمان قريب يعني مش بأي انا بس احنا ديما بنقول احنا المهج بتاعنا بنانعب بي لما جانا اقول دلوقتي على كرة زيديك هل الشناوي يعني متقدم لا مش متقدم الرجل بينه وبين الكرة بينه وبين الخط المرمى تلاتة يرضى او اقل ومش بعيد عن الكار طب هل هو سايب الزاوية يعني فتح الزاوية قوي هناك زاوية اليمين مش مفتوحة فالتمركز بتاعه ممتاز يعني التمركز ممتاز جسمه يعني وضعية جسمه وضعية معقولة جدا جدا طب كل حاجة كل حاجة انت عملها صحة الشناوي معادة ان انت ايه خدت قرار اننا نعمل ايه اننا نعمل محاولة ما خدتش قرار ليه بقى يعني ماليدي اكيد عند الشناوي الاجابة بس تفسيرك انت تفكير زي دي يعني مثلا مفيش حاجة برؤية ومعتقدش برضو ان مثلا يعني ان هنا الشمس مضايقية يعني مفيش اي حاجة ما تخلوش ياخد محاولة الا دي لاحظة سرحانة وعدم تركيز مع الحالة الوحيدة ان انا اقول ان الشناوي ما عملتش بحاولة ان ممكن دي في سكر ان الكرة بر ودي تبقى برضو مشكلة لان الكرة يعني دايما ايه يعني اصل الكرة حتى ما خبطش في القائم وطلعت تقديري بايه يخني ده كرة داخلت المرمى بدون ما تلمس للعرض ولا القائم فيعني يعني ما ينفعش انا في كرة زي دي متشاطة وانا بتقديري لها ان الكرة ايه بر ان الكرة بر لا ما ينفعش ان الكرة يعني وهي راحة بين قوي يعني حتى في خلق بالك انا وانا قاعد بتفرج عشان الشناوي ما عملتش محاولة فانا قلت ان الكرة جاء في الشبكة من بر اصلا ما توقعش انها جول عشان الشناوي ما عملتش محاول عشان انا مخدتش بالي ان الكرة جون لقيت اللعيبة بتحتفل بتحتفل بالهدف الله ده جول ده كرة دخلت يعني انا نفس استغربت استغربت من فكرة ان الشناوي ما حاولش على الكرة دي طبعا كانت المشكلة الكبيرة في الهدف التالت